حالة الطوارئ الامريكية باليمن المؤلنة في مايو 2012 سوف تستمر بعد السادس عشر من مايو نجاري حسب رسالة الرئيس جو بايدن لعضاء الكنجرس نظرا لاستمرار ما وصفته الرسالة بالتهديد غير العادي للأمن القومي والسياسات الخارجية الامريكية ومع تأكيد واشنطن استمرار جهودها الهادفة إلى تعزيز المساء الأممية تجاه الأزمة اليمنية لضمان التوصل إلى اتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة تزداد المؤشرات البحرية على تحركات عسكرية دفعت بإعلام الميليشيا الحوثية إلى التباهي والترويج لما وصفه بتحرك عالمي للأسطول البحري الإيراني ومع هفوث الحركة الدبلوماسية في مسارات الأزمة المأساوية باليمن تواصل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران منوشاتها المسلحة على جبهات المواجهة مع القوات الحكومية في جبهات امتدت من مأربة وتعز إلى الساحل الغربي والضالع والتي خلف الضحايا مدنيين وخسائر مادية في حين تتضخم مشكلات التناقض في ممارسات الميليشيا تجاه المواطنين الخاضعين لسطوتها المسلحة حيث تتوحش في اتدائه على قبائل البيضاء فيما تتحدث علاميا عن ما تسميه مساء وأد الفتنة والتي تهدف إلى مصالحة قبائل سحار في محافظة صعدة ولا يتوقف إعلام الميليشيا عن تكرار التهديد بتصعيد عسكري ينقل الحرب حسب زعمه في اليمن إلى خارج الحدود التناقضات في مسارات الأزمة المأساوية باليمن لا تتوقف عند الميليشيا الحوثية فهي كما يرى مراقبون تحكم التجاذبات الخارجية على مسارات الأزمة اليمنية التصعد إدارة بايدن من مظاهر ما تصفه باستراتيجية الردع وذلك من خلال زيادة الانتشار العسكري والتأكيد على الحضور الإمريكي في المنطقة بعد سنوات من مظاهر الانسحاب الذي ابتدأته إدارة بايدن وتحاول الآن استعادته في سياق تناقضات يبدو أنها سوف تعطل حركة المقاربات الدبلوماسية للأزمة اليمنية غير أن أولويات القمة العربية في الرياض تفرض تأجيلا مؤقتا للاهتمام الدبلوماسي بمسارات الوضع المأساوي باليمن المبعوث الأممي يستعد لكتابة إحاطته الدورية الخامسة هذا العام إلى مجلس الأمن الدولي بعد جولة شملت بعد صنعاء وعدن كل من الرياض وأبوظبي وفي حين شدد هانس جروندبيرغ على أهمية الدعم الإقليمي لمسارات الحل السياسي باليمن فإن مراقبين أكدوا تعثر المحاولات الرامية إلى هدنة موسعة وبصورة تجعل مستقبل هذه المحاولات غامضا لكنها لن تخرج عن حالتها السائدة من دعام والمتحركة تحت شروط خفض التصعيد وبما يعني عدم الخروج عن هذه المسارات إلى مغامرات عسكرية في أي اتجاه ومن أي طرف